بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم وفى علي هنبدأ نتكلم في الفصل الرابع من كتاب الإدارة الاستراتيجية رابعا الفراسة إننا مقدمة إننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى الفراسة فالأصل في المؤمن أن يكون زكيا لا أن يكون مغفل سازجا فمر من بين هداهي أمور وأمور وهو لا يدري وعندما تريد شيئا بإخلاص تولد هذه الرغبة الفراسة وهذه هي وصلتك للحياة ويمكن استخدام الفراسة في التنبؤ بالمستقبل وتوقع أحداث التنبؤ بالمستقبل ما هي الفراسة؟ الفراسة هي فكرة تقفز إلى الوعي فجاءة فتتنبأ صاحبها بشيء لم يصل إلى فهم وإدراك غيره وهي قد تكون فطرية أو مكتسبة وتسقلها التجربة والخبرة الطويلة بالحياة زمان عند العرب كان فيه علم علم اسمه علم الفراسة وهنا ده تعليق من إبراهيم الفي أو يعني ده وجايب ريفونس للكتاب بتاعه والصفحة اللي فيها هذه الجملة طيب فيه كمان اقتباس الفراسة هي الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال الباطنة عبدالوهاب عبدالرازق التحافي ده كتاب كل واحد بيدي الريفونس المرجع يعني هو جايب الكلام ده منين يستطيع الزوء الفراسة أن يميز بين من يعيش في المدينة ومن يعيش في الصحراء دون أن ينطق فقط من مجرد حركاته وتصرفاته ويطلق على ذلك النوع الفراسة يطلق على ذلك النوع من الفراسة لغة الجسد دي بكلمة لغة الجسد اللي بيتعلموها دلوقتي بتوع التنمية البشرية هي دي الفراسة اللي انت تفهم اللي قدامك من غير ما يتكلم من الوهلة الأولى برضو كتاب إبراهيم الفيء الفراسة هي التفرص في الشيء أي النظر إليه ومعرفة ماهيته والفراسة تعتبر من أبواب تعبير الرؤى والأحلام والفراسة هي التأمل والنظر في عواقب الأمور وهي ما يسمى بفقه المقاصد في الفعل والنظر في عواقب الأمور وعدم الاقصاء على النظر الصرحية القريبة الفراسة مثل الاجتهاد العقلي تخطئ وتصيب الحدث وسرعة البديهة هي مهارات ومواهب مفيدة تعزز من قدرات الفراسة الحدث وسرعة البديهة مهارات ومواهب مفيدة تعزز من سرعة البديهة ويقولك اجتهاد عقلي المفروض ان الفراسة دي تعريفها هو اجتهاد عقلي يخطي ويصيب طيب ده هنا الكاتب كده المنتدى العربي ده طيب دي كل دي مقدمة كده وإهي الفراسة محاولة لتعريفها وكل واحد كتب فيها قال ايه ظهرت الفراسة في علم النفس الحديث باسم الشعور عن بعد يمتاز بها بعض الناس الذين يتمكنون من إدراك ما يفك فيه غيرهم دون اللجوء إلى الكلام أو الإشارة أو غيرها من وسائل الاتصال المعروف الفرق بين الفراسة والظن الظن قد يخطئ ويصيب وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته وغفلته ولذلك نهانا الله عنه طبعا نهانا عن سوء الظن أما الفراسة المفروض حسن الظن حاجة كئسة يعني ولكن مثلا واحد زي عمر بن الخطاب يلا عنه قال سوء الظن من حسن الفطن إنما ربنا نهانا عن سوء الظن اللي يوقع الشر ما بين الناس يعني اللي يعمل بغضاء وكرهية ما بين الناس إنما هو لما عمر بن الخطاب قال يعني سوء الظن من حسن الفطن إنه ما يجيش واحد ينصب عليك ويسواك وإنت مش فاهم يعني مش مركز فأنت لو بتحتاط للحكاية دي هتمنعها لكن ما تسقش الظن ده اللي نهانا عنه النبي عربنا سبحانه وتعالى إن انت ما تسقش الظن فخوك في قريبك في الناس القريبين لازم تحسن الظن أما الفراسة فأسنى على أهلها الفراسة دي حاجة كويسة إنه ما الظن وحش إن بعض الظن إسم إنما الفراسة كويسة أسنى على أهلها لتتفرص تعمل اجتهاد عقلي عشان تفهم أسنى على أهلها ومدحاهم في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسلم شفافية البصيرة ودي برضو تعريف آخر التبصر هو التأمل والتعرف والتبصير والتعريف والإفصاح وانتقلنا من محالة التفكير بالمحاولة والخطأ والمحكاة إلى محالة الاستبصار أي جمع حصيلة التجارب الفكوية القديمة ومسجها في خليط جديد لمواجهة مشكلة مستجدة عليها في المستقر وقد خطب الله الإنسان تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون طبعا أنت مش تنظر هنا مش مقصود بالبصر اللي هو النظر مش تنظر في جسمك ولكن المقصود مش البصر ولكن البصيرة وتفسيرها أن التبصر محالة من مراحل الوعي عند الإنسان لا تتحقق إلا إذا وصل إلى درجة من العقل توقع به إلى الملاحظة والاستنتاج والاستدلال والتحليل فعلا كل هذا نفاذ البصيرة وهي تعلي قوة الفراسة والقدرة على تخطي العقبات الحالية بالخبرات السابقة المتراكمة ومتضوعها والاستفادة منها في رؤية حلول لمشاكل جديدة إبراهيم الفقر والقدرة على النفاذ يطلق عليه الإلهام والرؤية والبصيرة والنظر الساق مثال على ذلك سيدنا عمر بن الخطاب حادثة رؤية سيدنا عمر بن الخطاب يلا عنه لسارية ومناداته له ياسرية للجبل وذلك الحادثة بأمر الله تعالى حيث سخى الله الضوء لسيدنا عمر فحدث تغير في البصر والبصيرة وقد نقل له هذه اللقطة عبد الشعاط ضوئي تأييدا ونصرا ينصره طبعا الحادثة دي للي ما يعفهاش هو كان فيه يعني غزوة وكان على أصها أحد أنا مش عايف والله الصحابة ولا التابعين السيدنا سارية ده ده اسمه صحابي أو تابعي المهم إن سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش معهم كان بعيد عنهم خالص يعني ده كان تقريبا في المدينة المنورة وهم كانوا في المكان اللي فيه الحرب أو الغزوة دي يعني فالجيش المشركين كان هيفتج بالجيش اللي مع سيدنا سارية فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بيصلي قيام الليل وفع صوته في المدينة بعيد جدا عن مكان الغزوة وقال يا سارية الجبل الجبل يعني اهرب إلى الجبل اهرب بما معك من الجند اللي بتبقي عشان فسيدنا سارية بيقول أنا سمعت الصوت بيقول لي يا سارية الجبل الجبل فهو هرب بما باعه من الجند وطلع الجبل ده بينه وبينه مئات الكيلومترات ولا ده شايفه ولا ده سمعه ولكن اه الله اعلم دي من معجزات بقى الصحابة او يعني من اه يعني اه هو هنا الدكتور بيستوشد بيها في في هذا المحل طيب فاتقي فرصة المؤمن فانه يرى بنور الله طيب المتفرس ان المتفرس اللي هو عنده موضوع الفراسة دي او يعني عنده زي ما قالنا في الاول ان هي اجتهاد عقلي قد يخطئ وقد يصيب ولكن المتفرس ينبغي عليه ان يحيط ان يحيط بحصيلة من الاساسيات التي لا غنى عنها لمن يريد ان تصيب فرصته هذه التي حددها فقر الدين الرازي والتي يمكن تلخصها في النقاط التالية الحدث على الدارس ان يتمتع بالحدث الذي يقصد به حدة القوة الباصرة اثنين قوة الزاكرة يعني ما ينساش بقى يبقى في حاجة تتعلمها وينسيها القدرة على اجراء المشارهات في المكان والزمن والاشخاص وما يسمح له بالجمع بين عدة صور القوة المتخيلة والتي تؤدي الى اعمال الفكر وبالتالي تأمل في كل الموجودات الملاحظة الدقيقة والتجربة الطويلة التي تعتمد على استحضار المعرفة السابقة المشتقة من الواقع الامام باكبر حد من العلامات ايز لا يمكن ان نصل الى حكم دقيق من خلال علامة واحدة الاحاطة بكل ما لهذا العلم من انواع واصوار السعي وراء الفهم الصحيح لدلالة كل الاعضاء الجسدية الجزئية وهذا في حالة ما كانت دارس مهتما بفراسة البشر معرفة الاحوال الداخلية وما يمكن ان يصحبها من علامات خارجية تفصح عن الامزجة المختلفة امتلاك القدرة على الاستبلال بالظاهر على الباطن مع عدم اغفال التحليل المنطقي ان كان الامر متعلقا بحادثة ما امتلاك القدرة على فهم علاقة الانسان بالمجتمع هذا الذي قد يؤثر فيه الى حد بعيد الايمام بان كل شيء في الوجود خلق على الشكل التي تناسب الوظيفة التي سيؤديها الامام بالجانب الثقافي للظاهرة مما يساعد على الاصابة في التفرص التمرن في الممارسة تؤهل الانسان لعملية التفرص انواع الفراسة فراسة ايمانية سببها نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن وحقيقتها انها خاطر يهدم على القلب اتنين فراسة رياضية اللي هي الحكمية وهي النوع الذي يحصل بالجوع والصهر والتخلي عن شهوات النفس فالنفس انت جوادت عن العوائق صوى لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها يعني المقصود انها تتباد عن الملهيات تفكر في الحاجات اللي هي اهم فراسة خلقية سميت كذلك لانها تعتبط بخلق الانسان فتتمي بالاستدلال بالخلق على الخلق كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل انسان او كائن او حيوان يعني حجم رأسه صغير يبقى معنى كده ان عقله صغير فراسة صوفية كلما توقت النفس في الدرجات العليا وصلت الى درجة العفان واليقين وكلما زادت المجاهدة النفسية صفت النفس شيئا فشيئا فتصل الى المشاهدة لكل ما في الوجود من ايات الحق والخير والجمال وهي تسمى فراسة الهية تعتمد على الالهام اي ان الاليات التي سيعتمد عليها المتفرج ستغير نوع الفراسة طيب حقيقة الفراسة يعتقد علماء النفس بين 60% من حالات التخطب والتواصل بين الناس تتم بطريقة غير شفاهية اي ان طريقة الايماءات واليحاءات والرموز لا عن طريق الكلام اه دي فعلا احصايات حقيقية يعني هو بيقولك ان انت ممكن وانت بتتكلم مع احد ما بتبقى السامع اه 40% من كلامه يعني ما فيه كلام بيقع مش بتطع تقوله ايه 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 انت بتفهمه من من السياق الكلام ومن طريقة الايماءات ومن حركات الوش اه فمسلا لمس اليد للوجه اسناء الحديث اه بعض ده اللي هو بيسموه اه يعني اللي هو اه لغة الجسد لمس اليد للوجه اسناء الحديث امر متبط بالكذب وكذلك عند لمس الانف اسناء الكلام ويلجأ البعض الى لمس الازن عند التشكيك بكلام ما يقال امامه يعني بعض الاشياء اللي هي بتتكرر والناس بتربطها بي اه زي ما قالك كده بالكذب او عدم التصديق او عدم اه طيب الفراسة والتسويق يفضل المستهلك ان يتوجه بعد دخول السوق او المحلات التجارية الى اليمين لانه سوف يستخدم يده اليمنى ويشعب الانتراح اذا كانت الممرات واسعة وقال لما يشتري احدنا سلع كتب عليها ممنوع اللمس تعتمد مطاعم الوجبات السريعة للاكثار من اللون الحاد الالوان الحادة مثل الاحمر والاصفر وذلك لكي لا يشعب بالراحة ولا يطيب الجلوس في المطعم يعني عشان يقوم ويسيب مكان لغيره طيب العادة السامنة ده كتاب اه الواجه اللي هو كان بيقول العادات النجحين سبعة وبعد كده عمل كتاب تاني يسمى العادة السامنة من الفاعلية الذاتية الى النبلة المؤسسية اكتشف صوتك او صوتك والألم الاخرين اللي يكتشفوا اصواتهم ما هي العادة السامنة تتكون العادة السامنة من شقين ابراز قدراتك وتميزك او صوتك الخاص العصور على صوتك يعني ان تشارك في عمل يوظف مواهبك ويشهل حماسك وهو يعني العصور على قدراتك الاكثر ارتباطا بذاتك وصفاتك وبهذا يصبح الصوت جناية عن جوهر الكيان الانساني فهو نقطة التقاء المواهب والحماس والوعي والحاجة وبهذه الطريقة فانت تنتقل من الفاعلية الى النبلة الفاعلية تحقيق الاهداف النبلة او العظمة يعني انت بقى بتضيف قيمة للمجتمع بتاعك اتنين الهام الاخرين يبقى العدد السامنة تتكون من شقين ابراز قدراتك وتميزك وصوتك الخاص اتنين الهام الاخرين ليبرزوا قدراتهم واصوتهم الخاص الانتقال من الفاعلية للنبلة من خلال واحد ادارة الزات زائد العمليات بتسوي فاعلية ذاتية او شخصية ادارة الزات زائد العمليات زائد الناس والمؤسسات دي نبلة مؤسسية الفاعلية تخص الموظفين والموؤسين اما النبلة فتخص القاضة والرؤساء انه مش بيديه نفسه بس لا ده بيديه مؤسسة كمان فقيادة المؤسسات تتطلب ما هو اكثر من الفاعلية وهي تتطلب مستوى من النبل والسمو لقيادة الاخرين طيب الانتقال من القيادة السنائية الى القيادة الربعية القيادة السنائية تتكون من قيادة العقل والجسد اه ده اللي احنا بنقول عليه اللي هي الفاعلية الزاتية طيب اما القيادة الربعية من خلال دمج كافة الابعاد الانسانية الاربع العقل والجسد واليد والقلب والضمير يوضح الشكل التالي عناصر القيادة الاربع الشاملة الانسان العقل هو اللي بيدير بقى اليد والقلب والضمير طيب عناصر القيادة الاربع الشاملة الانسان المصدر ستيفين كوفي ستيفين كوفي برضو هو اللي اسس الكتاب الاول او هو اللي عمل الكتاب الاول اللي هو العادات السبع للناس الاكثر نجاحا وبعدين عمل الكتاب التامن اللي الدكتور يعني استخلص منه العدد تامنة خلاصات كتب برجال الأعمال طيب البعد العقلي ودافعه الأساسي هو التعلم وأعلى مظاهره هو الرؤية وهو يدل على الموضوعية والحسابات والمنطقية واصلح لقياسه مؤشر الزكاء بي كيو البعد الجسدي عفوا والمفروض ده الاي كيو ده بي كيو يبقى البعد العقلي هو الاي كيو حتى امتحالات الاي كيو بتشوف امتحالات بتشوف البعد الجسدي دافعه الأساسي هو الحياة وأعلى مظاهره هو الالتزام وهو يشير إلى اليد التي تعمل ويدل على ديمومة العمل والالتزام بالمبادئ في التعامل مع الاحتياجات المادية الأساسية للحياة واصلح وقياسه مؤشر الزكاء بي كيو البعد العاطفي ودافعه الأساسي هو الحماس وأعلى مظاهره هو القلب وهو يدل على الحماس والمشاعر الإيجابية ويتعامل مع المواقف الإنسانية والنفسية والعلاقات والاتصالات ويمكن قياسه بمؤشر الزكاء العاطفي طبعاً هتلاقي مثلاً هنا emotional cue يعني أخذ بالك دي اختصارات البعد الروحي ودافعه الأساسي هو الضمير وأعلى مظاهره هو التميز ويدل على أن الزات تلهم قدراتها وتميزها لأنه يتعامل مع جوهر الحياة والمساهمة الحقيقية التي يشارك بها الشخص في عمله ويختص بلغبة الإنسان في تركه رأس يستحق البقاء واصلح لقياسه مؤشر الزكاء الروحي SQ تمام؟ طيب برضو ده من كتاب ستيفن كوفي هو بيقولك IQ الانتليجن يعني كوتشنير أو يعني الاختبار العقلي والBQ البعد الجسدي EQ الاموشنال البعد العاطفي والسول أو الSQ اللي هو البعد الرحي يقول فيكتور هوجو ليس هناك ما هو أقوى من فكرة حانا أوانا يعني الإنسان المفكر اللي هو ما بيجي له فكرة كده بتبقى إيه آه تقدر أن أنت تشتغل 24 ساعة ما تنمشي طول الليل عايز تحقق فكرةك عايز تنجز وتبقى فرحان وسعيد فلا تصبح كالتنين الرهيب الذي يبتلع كل ما يعتقد طريقه وهذا هو الحال العدى السامنة آه يبقى هي دي بقى الناس اللي ناجحين هم اللي بيبقوا في الموت دوك التي حانى أوانوها مع التحول من عنصر من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات والاتصال وتختص العدى السامنة بالقيادة يوضح الشكل التالي دائرة تكامل مؤسسات إبرازك لقدراتك عفوا إبرازك لقدرات الآخرين يعني هنا العقل والقلب والبنيان العقل مخطط وباحس الضمير عفو إلهام القلب منفذ وتمكين البنيان منصق وتنصيق في الآخر بيرفع الاهتمام شكل اتنين دائرة تكامل مؤسسات المصدر ستيفن كوفي مواجه سبق ذكره ويوضح الشكل التالي الدائرة المعاكسة انت هنا بتبرز قدرات الآخرين الدائرة المعاكسة حجبك لقدرات الآخرين العكس يعني بدل السهم مطالع لفوق هيبقى نازل لتحت العقل متخبط ولاهس الضمير عنف والتهام البنيان ممزق لو تخوين وبتاع في كل ده هتحبط ده طبعا لو القائد للأسف كده هيبقى محبط لبقية المجموعة اللي معاه في دي الشكل التالاتة الدائرة المعاكسة حجبك لقدرات الآخرين ستيفن كوفي برضو نفس المواجه اللي سبق ذكره وكده هيبقى خلص الفصل ترجمة نانسي قنقر